اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثنين سالب خمسة على تمانية زائد سالب ثلاثة على تمانية والفرعة الثالث من هذا المثال اللي هو عبارة عن واحد ربع ناقص ثلاث تربع هلأ يا ميس أبل ما نبلش بجمع الاعداد النسبية وطرحها بدي أرجع أذكرك بمجموعة من القواعد اللي أخدناها في جمع الاعداد الصحيحة وطرحها لقواعد الإشارات اللي أخدناها وإحنا بصف سادس أخدنا بصف سادس مجموعة من القواعد بتخص الإشارات وكنا نحكي في حال جمع عددين متشابهين في الإشارة شو يعني متشابهين في الإشارة يعني التنين يكونوا عددين موجبين أو التنين يكونوا عددين سالبين كنا نأخذ نفس الإشارة اللي بنحكي عنها إذا كان عددين موجبين أو عددين سالبين والعملية بالنهاية تكون جمع يعني إذا موجب زائد موجب كان يطلع العدد أو الجواب موجب والعملية رح نستخدمها جمع إذا كانوا التنين سالبين كانت إشارة العدد الناتش تكون سالب وبرضو العملية الحسابية نجمع أما إذا كان إشارات الأعداد مختلفة يعني موجب زائد سالب أو سالب زائد موجب يعني الإشارات بشكل عام مختلفة عن بعض الأول موجب والثاني سالب أو الأول سالب والثاني موجب كنا نأخذ إشارة العدد أيوة سابع الأكبر نأخذ إشارة العدد الأكبر ونكمل ونطرح إذا شو كنا نعمل يمس كنا نأخذ إشارة العدد الأكبر نشوف مين العدد الكبير فيهم نأخذ إشارته نسحبها للجواب بعد هيك شو نعمل في هذه العدد نطرحهم طبعا إحنا منطرح العدد الكبير نراقص العدد الصغير هاي القواعد اللي أخذناها في حالة الجمع رح برضو نستخدمها في حالة جمع الأعداد النسبية ونفس الإشي في الطرح شو كنا نعمل في الطرح لما تكون في عندي عملية حسابية لطرح سواء لا كانوا الأعداد صحيحة أو حتى الأعداد النسبية كنا يا ميس ننزل العدد الأول كما هو كنا ننزل العدد الأول نحول عملية الطرح إلى جمع وشو نعمل نأخذ معكوس العدد الثاني إذن إذا كان في عندي عدد أول ناقص عدد ثاني كنا يا ميس ننزل العدد الأول كما هو بنحول عملية الطرح إلى جمع ثم نأخذ معكوس العدد الثاني شو يعني معكوس يعني عكسه بالإشارة يعني إذا كان موجب بالأصل بصير سالب لما ننزلو إذا كان سالب بصير موجب بعد ما تتحول عملية حسابية لجمع بنرجع بنطبق نفس القواعد اللي حكيناها فوق إذن بس تتحول عملية حسابية لجمع بنرجع بنطبق نفس القواعد اللي حكينا عنها فوق خلينا نبلش هلأ بالمسائل عملية جمع الأعداد النسبية أو طريحها يا ميس نفسها نفس المقارنة والترتيب يعني ما بصير أجمع أو تأطرح إلا إذا كانوا الأشياء اللي بحكي عنهم في المسألة أو الأعداد اللي بحكي عنها في المسألة من نفس النوع شو يعني من نفس النوع؟ يعني التنين كسور عشرية أو التنين كسور أو التنين أعداد كسرية وهكذا نطلع على رقم واحد من المسألة واضح إنه التنين كسور عشرية فخلص بنجمع وبنطرح حسب الطريقة هلأ واضح إنه إشارة العدد الأول سالب وإنه إشارة العدد الموجب بما إنه ما في جنب إشارة معناته موجب وإنه العملية الحسابية اللي بناتهم جمع حكينا لما يكونوا مختلفين في الإشارة واحد سالب واحد موجب والعملية الحسابية جمع شو كنا نعمل؟ نأخذ إشارة العدد الأكبر ونطرح يلا يا ميس مين الكبير فيهم؟ الأربعة بالعشرة ولا الواحد صحيح واثنين بالعشرة؟ أيوة الواحد صحيح واثنين بالعشرة شو إشارته يا ميس موجبة إذن نأخذ إشارة الموجبة ثم شو بنعمل ثم نطرح طب لما نيجي نطرح يا سابع بدي تركز لي على هاي الخطوة إحنا بنطرح العدد الكبير ناقص لصغير حكينا مين الكبير فيهم 1.2 بدنا نطرحه نطرح منه 0 صحيح وأربعة بالعشرة أخذتوا طريقة جمع الأعداد العشرية وطرحها في صف خامس بدنا نرجع نعيدها على السريع كنا لما نجمع الأعداد العشرية أو نطرحها أهم إشي الترتيب شو يعني ترتيب المنازل يعني نوضع العدد الصحيح تحت العدد الصحيح الجزء من 10 تحت الجزء من 10 جزء من 100 تحت جزء من 100 وهكذا إذن بدنا ننزل هسا تحته 0 أكيد تحت الواحد لأنهم أعداد صحيحة الأربعة تحت 2 لأنهم جزء من 10 وشو كنا نحكي إذا كانوا مختلفات نأخذ إشارة العدد الأكبر موجب ونطرح إذن العملية الحسابية رح تكون طرح يلا يمس هلا إما إحنا نبلش نطرح بنطرح عادي أعداد بدء من وين بدء من اليمين كنا نطرح بس هسا عشان إحنا بنكتب الإنجليزي حطينا إشارة الطرح هون على إيسار بس إحنا لما كنا نطرح كنا نطرح بدء من اليمين يلا يمس 2 ناقص 4 لا يجوز شو بنا نعمل بدنا نستلف هاي بتصير صفر وهاي شو بتصير بتصير عبارة عن 12 يلا 12 ناقص 4 اللي هي عبارة عن 8 هلا الفاص اللي بتنزل مكانها في الجمع والطرح وين هي موجودة بتنزل مكانها صفر ناقص صفر اللي هي صفر إذن شو الجواب يمس صفر صحيح و 8 بالعشرة إذن صفر صحيح و 8 بالعشرة هو عبارة عن جواب أول عملية حسابية طب يا مس بنا نطلع مع بعض على المسألة رقم 2 من مثال رقم 1 واضح برضو إنهم نفس النوع الثنين الثنين هم عبارة عن كسور إذن خلاص على طول بنعمل بنجمع أو بنطرح بس في قاعدة أساسية أخذناها من صفرابة عند جمع الكسور أو طرحها كنا نحكي ممنوع أجمع الكسور ولا أطرحها إلا إذا أيوة يصابع إلا إذا كانت المقامات متساوية طلع لي على المقام الأول 8 وشوف لي المقام الثاني 8 إذن بقدر أجمع وأطرح على طول بجمع وأطرح إذن في حالة جمع الكسور أو طرحها لازم تكون المقامات متساوية ما كانت متساوية رح نأخذ مثال عليها إذا ما كانت المقامات متساوية خلينا نكمل بما إنه المقامات متساوية خلاص بنجمع أو نطرح بدي أشوف شو العملية الحسابية جمع نتطلع على إشارات الأعداد واضح إنه إشارة العدد الأول سالب وإنه إشارة العدد الثاني سالب يعني متشابهين في الإشارة في حالة الجمع هاي إذا كانت العملية الحسابية جمع وكانوا متشابهين في الإشارة سالب شو كنا نعمل نأخذ نفس الإشارة اللي هي السالب ونجمع جمع عادي معنات شو إشارة الناتج رح تطلع سالب ثم نجمع بما إنه المقامات متساوية بنجمع شو بنجمع نجمع البسوط فقط يا سابع نجمع البسوط أما المقام يبقى كما هو إذن رح نجمع خمسة زائد ثلاثة تمانية نجمع البسوط أما المقام يبقى كما هو ليش لأنه إحنا بنواحد المقامات شو يعني بنواحدها بنخليها زي بعض فمش منطق أرجع أجمع المقامات إحنا أصلا نخليها زي بعض فيبقى المقام كما هو اللي هو تمانية ونجمع البسوط إذن سالب تمانية على تمانية طب هذا الشكل بإيش بذكرني يا سابع الكسر اللي بسطه بساوي مقامه هو عبارة عن أيوة واحد صحيح إذن يساوي سالب واحد صحيح إذن الكسر اللي بسطه بساوي مقامه عبارة عن واحد صحيح ولأنه فيه إشارة سالب إذن سالب واحد صحيح ممتازين يا سابع نأخذ المسألة رقم 3 مثال رقم 1 واحد صحيح ربع ناقص 3 على 4 واضح إنه العدد الأول عبارة عن عدد كسري وإنه الثاني عبارة عن كسر ما بجمع ولا بطرح إلا إذا كانوا نفس النوع معناة يا ميسأ أيوة ممتازين يا سابع بنحول العدد الكسري لكسر تذكرني كيف بنحوله بطريقة الدوار تحت ضرب وفوق جمع يلا نضرب مع بعض بنبلش من تحت لأحد ما نطلع لفوق 4 ضرب 1 4 زائد 1 5 إذن 5 على أيوة يبقى المقام كما هو ناقص إذن هي حولناها 5 على 4 ناقص 3 على 4 تحولت العملية إلى حاصل طرح كسور هلأ لما إحنا حكينا في المثال السابق متى بنطرح كسور إذا كانت المقامات متساوية بنطلع هالمقامات متساوية نعم المقامات متساوية إذن نطرح واضح لما نطرح أو بنجمع حكينا بنطرح البسوط أو بنجمع البسوط ويبقى المقام كما هو يلمس 5 ناقص 3 أيوة 2 2 على 4 ممتازين يا سابق هيك انتهت المسألة الثالثة من مثال رقم 1 الموجود بصفحة 25 ترجمة نانسي قنقر